أرزاكم الله خير وأحسن إليكم سؤاله الأخير يقول فيه لدي خالة كثيرة القطع والهجران لأختها قل لي ومع هذا فهو يستر منها الكثير من الأعمال السيئة لأختها قد تحدثي عليها وشتمها وفي حالة زيارتها لها تقوم باتهامها ببعض الكلام الذي لا يستر منها ولهذا امتنعت عن زيارتها فما الحكم لا شك أن هذا عمل سيء وقطيعة للرحم على هذه المرأة التي أشرت إليها أن تكتقي الله سبحانه وتعالى وأن تترك الغيبة والنميمة والكلام السيء لأن هذا لا يجوز صدوره في حق أي أحد من المسلمين كيف بالقريب وكيف بالوخت عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحسن القول والفعل مع أختها وأن تؤدي حقها الذي أوجبه الله عليها من الصلة والإحسان حتى بالكلام قال الله تعالى وقول للناس حسن هذا في عموم الناس كيف بالأقالب وأما أمك التي يصدر لحقها هذا العمل من أختها فإن عليها أن تصبر وأن تحتسب ولا يصفط عنها حق أختها عليه فل عليها مواصلتها عليها أن تواصلها وعليها أن تؤدي حقها ولا وساعت هي لحقها قال تعالى وقال سبحانه وتعالى إن فع بالتي هي أحسن السيئة أي ذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا في حق عموم الناس فكيف بالأخت على أمك أن تواصل أختها ولا وساعت إليها قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام وإن قطعه ويعظم الأجر عند ذلك الذي يواصل أرحامه وهم يقطعونه أن يكون أجره أعظم من الذي يواصل من واصلوه بل إن الذي لا يواصل إلا من يواصله هذا يعتبر مكافئا وليس واصلا وإن من واصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها